البداية من الضفة الغربية حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة ضحية التربية والتعليم شمال رمالة ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة قرب مخيم الجلزون وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم ما أدى لاستشهاد باس البصبوس وخالد عنبر من مخيم الجلزون وإصابة سلام رأفة من بلدة بيرزيت وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية عن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهدين وقامت باعتقال المصاب كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ونفذ جنود الاحتلال عمليات دهم لمنازل المعتقلين بزعم مشاركة بعضهم في سلسلة هجمات مؤخرا ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في القدس ومناطق شرق وجنوب نابلس بالإضافة لمدن جنين ورمالة والخليل وفي ردود الفعل اعلنت حركة فتح الحداد العام والاضراب الشامل في رمالة والبيري عقب استشهاد الشبين وقالت حركة حماس ان ارتقاء الشهدين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون في رمالة استمرار للعدوان الممتد في الضفة الغربية وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القنوع ان هذا العدوان والجرائم لم تمنح المحتلة الامن في الضفة وان دماء الشهداء التي سالت اليوم ستظل وقودا لتصاعد ضربات المقاومة من مدخل مخيم الجلزون في رمالة ينضم الينا مراسلنا عميد شحادي اهلا بك عميد كيف هو الوضع الآن عقب استشهاد الشبين بصبوس وعنبر واعلان الحداد العام نعم وعد نحن الآن في بيت الشهيد خالد عنبر احد الشهيدين الذين قتلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم خلال اقتحامه منطقة مخيم الجلزون شمال مدينة رامالة اجواء من الحزن تعم مخيم الجلزون وحالة من الاضراب العام والحداد الشاملي عم هذا المخيم وعموم محافظتي رامالة والبيرة بدعوة من الفصال الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح دعوا الى اضراب شامل حدادا على ارواح الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم واختطف جثمانيهما حالة من الغضب تسود في مخيم الجلزون هناك كان بعض المواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنة بيت ايل القريبة من مخيم الجلزون سرعان ما انتهت وهناك دعوات لمسيرات بعد عصر هذا اليوم الرئاسة الفلسطينية تعقيبا على هذا الحادث اصدرت بيانا قبل قليل قالت ان السياسة الطائشة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بعمليات القتل الميدانية المستمرة واخرها مجرى في مخيم الجلزون هذه السياسة لن تجلب الامان على حد قول نبيل ابوردين الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لن تجلب الامن والاستقرار لاسرائيل وقال ان اما ان يكون الامن للجميع او لا امن لأحد ايضا رئيس الوزراء الفلسطيني قبل قليل طالب لمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية كما طالب الاتحاد الاوروبي بربط شراكاته مع دولة الاحتلال بما يجري على ارض الواقع وان يكون لهم موقف مما يجري في الضفة الغربية بالنسبة للسلطة الفلسطينية وعد تفسر ما يجري في الضفة الغربية بانه عمليات اعدام ميدانية ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي عملا بتعليمات المستوى السياسي الذي اطلق يد جيش الاحتلال وسهل من اوامر عمليات اطلاق النار على الفلسطينيين وهو الامر الذي يفسره مجرى صباح هذا اليوم بالقرب من مخيم الجلزون حيث اطلق جنود الاحتلال النار على سيارة فيها ثلاثة شبان قتلوا شابين واصابوا الثالث بجروح بالدعاء انهم حاولوا تنفيذ عملية الدهس الفلسطينيون يفندون هذه الادعاءات عادة من يقوم بعمليات الدهس هو صائق واحد فقط من غير الممكن ان يكون هناك ثلاثة اشخاص داخل سيارة صائق واحد منهم فقط سينفذ عملية الدهس ولكن هذه الرواية الاسرائيلية دائما ما تخرج بعد عمليات القتل في الضفة الغربية كما يقول الفلسطينيون وعد سلام رأفة هو الشاب الثالث المصاب الذي كان برفقة الشهدين داخل السيارة وتم اعتقاله اضافة الى 19 شخص قامت قوات الاحتلال باعتقالهم اليوم في الضفة الغربية والقدس ماذا عن حملة الاعتقالات؟ هل هي مستمرة الآن؟ نعم حملات الاعتقال وعد هي حملات اعتقال يومية ومداهمات واقتحامات يومية لمدن الضفة الغربية للمدن والقرى لتنفيذ حملات اعتقال لا يمر يوم بتاتا من دون ان يكون هناك اقتحامات لتنفيذ عمليات اعتقال وتحديدا في مناطق شمالية الضفة الغربية حيث كان بالامس مواجهات في مدينة نابلس واغلاق للطرق ومظاهرات للمسوطنين بعد عمليات اطلاق نار قام بها فلسطينيون من مدينة نابلس باتجاه حواجز جيش الاحتلال الاسرائيلي المنتشرة حول المدينة وهناك عمليات تمشيط في تلك المنطقة قوات الاحتلال اقتحمت اكثر من قرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ونفذوا حملات اعتقال من بينهم الشاب المصاب الذي اصيب اثناء استشهاد شابين بالقرب من مخيم الجلزون وهناك تفسير لدى اهالي مخيم الجلزون بان عمليات الاعتقال للشاب المصاب هو لكي لا يكون هناك رواية عن ما جرى مع هؤلاء الشبان الثلاثة الذين تقول عائلاتهم انهم كانوا متوجهين الى اماكن عملهم عندما اطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار عليهم فقتل اثنين واصحاب الثالث واعتقل الجثمانين واعتقل الشاب الثالث مع عشرين اخرين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية شكرا لك مرسلونا عميد شحاد حدثتنا من مخيم الجلزون في الضفة الغربية